موسيقى الرئيس العليمي يؤكد لدى مغادرته عدن حرص الدولة على حل عاجل لأزمة الكهرباء اللواء الزبيدي يناقش مع وزير الشؤون الاجتماعية دور الوزارة في الإشراف على عمل المنظمات ويشدد على ضرورة معالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في كوبا موسيقى رئيس الوزارة يعقد في لندن جلسة مباحثات مع وزير الخارجي البريطاني ويبحث مع وزير الدفاع البريطاني التطورات في اليمن والمنطقة موسيقى وتنفيذا لتوجهاته محافظ حضر موت بيترو مسيلة تسلم كهرباء ميفع مولدا كهربائيا بقدرة 600 كيلو وات موسيقى والسلطة المحلية بالشحر تناقش مع مكتب الجمارك العمل على زيادة النشاط التجاري بميناء الشحر وتحسين الأداء الجمريكي بالمديرية موسيقى أينما كنتم مشاهدين الكرام طيب الله وقاتكم وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من قناة عادة غادر الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضواء المجلس عبد الرحمن المحرمي وعثمان مجلي العاصمة عدن وذلك للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة الثالثة والثلاثين والتي تنعقد الخميس في العاصمة البحرينية المنامة وقبيل مغادرة العاصمة عدن أجر الرئيس العليمي وعضاء المجلس لقاءات مكتفة مع رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي والخدمي مشددين على ضرورة التعاطي الفعال مع الأزمة المعيشية التي تشهدها البلاد وتقديم الحلول العجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وفي تصريح لوكالة الأنبال يمنية السبا وأعرب الرئيس العالمي عن بالغ ألمه للأوضاع والظروف الإنسانية الصعيبة التي فاقمتها هجمات الميليشي الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية مؤكدا أنه وإخوانه بأعضاء المجلس والحكومة يدركون تماما حجم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني بما في ذلك الأثار المؤلمة للاختناقات المتكررة في إمدادات الطاقة الكهربائية مع دخول فصل الصيف التقى اللواء دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي سعادة عبدالشريف سفيرة مملكة المتحدة لدى بلادنا عبر اتصال مرئي وناقش الزبيدي مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في بلادنا وكذ التطورات ذات الصلاة بعملية السلامة وخارطة الطريق الأممية في ظل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب مجددا التأكيد على موقف المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي الثابت والداعم لخيار السلامة من نوعهم في السياق نفسه إلى أن الوقت الحالي غير ملائم للحديث عن ذلك بسبب استمرار الميليشيا الحوثية في صلفها وتهديدها لخطوط الملاحة الدولية وتسببها بمضاعفة معاناة المواطنين في مختلف المجالات والتطرق اللقاء لما تشهد العاصمة عدن والمحافظات المحررة من تدهور في القطاع الخدمي والأوضاع الاقتصادية وفي هذا الشان وجه زبيدي الدعوة لحكومة المملكة المتحدة للتدخل في هذا الملف ولعب دور أكبر إلى جانب الأشقاء في التحالف العربي وتعزيز قدرات الحكومة للنهض بالقطاعات الخدمية وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالية الجنوبية اللواء دروس زبيدي بمكتبه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري واطلع اللواء زبيدي من الوزير الزعوري على سير العمل في الوزارة والصناديق التابعة لها والجهود المبذولة من قبله الوزارة لتطوير العمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ونقش اللقاء دور الوزارة في تنظيم الشؤون العمل للارتقاء بواقع العمل في بلادنا والاشراف على عمل المنظمات المجتمع المدني والتدخلات الانسانية التي تنفذها بالشراكة مع المنظمات الدولية هذا واثنى اللواء زبيدي على الجهود التي يبدلها الزعوري للارتقاء بأداء الكادر الوظيفي في مختلف المؤسسات التابعة للوزارة ومجددا استعداده تقديم يد العون لقيادة الوزارة شدد اللواء دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية معالجة أوضاع الطلاب المبتعثين إلى جمهورية كوبا الصديقة وذلك خلال لقائه سفير بلادنا في هافانا محمد ناشر واستمع الزبيدي من السفير ناشر إلى شرح واف عن سير العمل في السفارة وما تقدمه من خدمات لطلاب بلادنا المبتعثين إلى جمهورية كوبا وما تبدله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلادنا وجمهورية كوبا وكذا سبل تنميتها وتطويرها بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين استمع عضواء مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وعثمان مجلي بالعاصمة عدن من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف عن دور الجهاز وتمكينه والبحث في أليات الرقابة الفعالة على أموال الدولة ومتابعة أذاء الجهاز التنفيذي على المستويين المركزي والمحلي وأكد المحرمي ومجلي أهمية سير العمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمعنى العملي والرقابي والنزول الميداني والحفاظ على تصحيح مؤسسات الدولة واستغلال الوضع الهش الذي تعانيه الدولة نتيجة للتدمير الممنهج الذي قامت به المليشة الحوتية في حربها على الشعب والمؤسسات ومشددا على جعل العام الحالي لمحاربة الفزاد واجتتاته وتصحيح مكامن الخلل واستغلال النفوذ والعبد بالمال العام والتطهير ذلك في قطة الجهاز التنفيذية وتجاوز الصعوبات التي تواجه أذاء الجهاز في أذاء مهامه ومسؤولياته تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح عددا من المنشآت الصحية والتعليمية بمدينة الخوخة العاصمة الإذارية المؤقتة لمحافظة الحديدة وقلال الزيارة تفقد طارق صالح سير العمل في مشروع مستشفى الشيخ محمد بن زايد ومجمع التربوي النموذجي واستمع من المهندسين المختصين إلى شرح مفصل عما تم إنجازه والمراحل المتبقية في المشروعين الذين يتم إنشاؤهما برعاية ودعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة كما زار جامعة الحديدة وطاف بالقاعة الدراسية فيها مشيدين بجهود إدارة الجامعة وهيئة التدريس متمنيا للطلاب التوفيق في تحصيلهم العلمي ووجه طارق صالح محافظة المحافظة هو رئيس الجامعة بإعداد ملف متكامل بمتطلبات والتطوير الجامعة لتكون صرحا علميا شامخا يستوعب الدارسين من المناطق المنكوبة التي تقع تحت سيطرة المليشية الحوتية عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالعاصمة البريطانية لندن مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون جلست مباحثات رسمية استعرض خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأسوب لتعزيزها وتطويرها ومجالات التعاون الثنائي وأهمية الارتقاء به والتطورات في الشأن السياسي وقضايا ذات الاهتمام المشترك واستعرض الجانبان مجالات الدعم البريطاني المقدم لليمن في الجانب الإنساني والتنموي وأهمية الانتقال إلى إقامة شركات اقتصادية ثنائية والاستفادة المتبادلة للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتنموي وبما ينعكس إيجابيا مع القطاع الخدمي وناقش الجانبان الحرب الاقتصادية التي تنتهجها المليشي الحوتية وأثارها وانعكاساتها على الاقتصاد والقطاعات الحيوية بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور رحمد عوض بن مبارك بالعاصمة البريطانية لندن مع وزير الدفاع البريطاني غيرت شابس التطورات باليمن والمنطقة ومجالات الدعم والتعاون التنائي في مجال الدفاع بين اليمن وبريطانيا وبحث الجانبان التطورات في البحر الأحمر على ضوء تهديد المليشي الحوتية للملاحة الدولية وفرص تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء ووقوف اليمن إلى جانب قضية فلسطين العادلة ورفضها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومطالبتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وقف العدوان التقى وزير خارجية بلادنا الدكتور شايع الزنداني بالعاصمة البحرينية المنامة عددا من نظرائه وذلك على هامش انطلاق القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة حيث التقى كلا على حدا وزراء خارجية مصر والجزائر والسوريا والتونس والعراق واللبنان والأردن وبحث الزنداني مع نظرائه العلاقات التنائية بين بلادنا وبلدانهم وسبل تعزيزها والتطويرها كما جرى استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القليمي والدولي بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفق الشرجبي والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بهيبة عبر تقنية الاتصال المرئي مع البنك الدولي محفظة التمويل الإضافي الثالث لمشروع رأس المال البشري في اليمن بقيمة 50 مليون دولار أمريكي جرى خلال الاجتماع استعراض وتقييم العديد من الأنشطة المخطط لها في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي في إطار مشروع رأس المال البشري الممول من البنك الدولي ومناقشة أولويات الأنشطة للدعم الإضافي المعتمد في إطار المشروع هذا وأكد المدير القطري للبنك الدولي الاستمرار في دعم مشاريع الخدمية في اليمن ومواصلة التركيز على استمرارية خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي التقى وكيل محافظة حضر موت لجوم مدريات الوادي والصحراء عامر العامري بوفد مكتب المبعوث الخاص للأمينة العام للأمم المتحدة إلى اليمن برئاسة رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث كورسانا يلينا وبحث اللقاء الجهود المبذولة من قبل مكتب المبعوث خلال الفترة الماضية لتائئة الظروف لإطلاق عملية سياسية تنهي الحرب وتؤسس لسلام شامل وعادل ومستدامي في البلاد هذا واستعرض العامري جهود السلطة المحلي في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين بمدريات وادي والصحراء حضر موت والصعبار التي تمثل في شحة الإمكانيات وضعف الموارد وخاصة بعد توقف تصدير النفط افتتح وكيل حضر موت لشو مدريات الوادي والصحراء عامر العامري مركز مكافعة الجراد الصحراوي بسيئون الذي تنفذه منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة وتمن العامري تدقلات منظمة الأغدية والزراعة الفاول لدعمها للمشاريع الزراعية بوادي والصحراء حضر موت منوها بالتوجيه الملحوظة التي تنتهجه المنظمات وبدفع من وزارة الزراع والرأي ممثلة بالوزير اللواء سالم السقطري نحو التفعيل الزراعة وتقديم مشاريع زراعية ذات ديموما وإلى ذلك عقد وكيل المحافظة اجتماعا ضم قيادة وزارة الزراع والرأي ومنظمة الفاول وبحت خلاله قطة المشاريع التي تستهدف وادي والصحراء حضر موت ومصفوفة المقترحات للمشاريع العاجلة في قطاع الزراعة والرأي سلمت شركة مسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بيترومسيلة مولدا كهربائيا بقدرة 600 كيلو واط تنفيذا لتوجيهات محافظ حضر موت مبخوط بن ماضي وعرب المدير العام لمدرية بروم مايفا الدكتور خالد الجوهي عن شكره لوزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي والمحافظ بن ماضي لدعمهما لمختلف المشاريع التنموية والخدمية بالمديرية مثمنا تجاوب شركة بيترومسيلة وتلبية هذا الاحتياج المهم للمنطقة والذي سيكون إضافة مهمة لمشروع كهرباء ميفا والحد من قطاعات التيار الكهربائي وفي الشحر تفقد الأستاذ عادل البع كابل مدير العام لمدرية الشحر ومعه المهندس أحمد الميسري ممثل منظمة اليونيبس بمحافظة حضر موت الموقع المخصص لتنفيذ أعمال مشروع رصف شوارحي السلام في مرحلته الرابعة وخلال النزول أكد بعكابة على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة لاستكمال تنفيذ المشروع لما له من أهمية في إظهار شوارع الداخلية للمدينة بمظهر لائق وحضاري ومتعرفا من المهندسة مروى النوبي استشارية المشروع إلى مكونات المرحلة الرابعة من المشروع والمعالجات للحفرة المتواجدة بالقرب من مسجد الأحقاف وتحويلها إلى متنفس للحي وفتح طريق فرعي للبيوت كما دع المكاتب الخدمية تقديم كافة وجه التسهيلات اللازمة لسير العمل المشروع والعمل على إزالة الاستحداثات التي تعيق سير عمل هذا المشروع ناقش اللقاء الذي عقده الأستاذ عادل باعكابل مدير العام لمديرية الشحر مع الأستاذ صبي عبدالله عبد مدير جمارك الشحر العمل على زيادة النشاط التجاري بميناء الشحر إلى جانب تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتحسين عمل وأداء النشاط الجمركي بالمديرية كما تطرق اللقاء الذي عقده بديوان المديرية إلى وضع آلية عمل تنظم الإجراءات المتبعة في جمارك الشحر مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة لزيادة العمل التجاري داخل ميناء الشحر ومن جهتها أكد المدير العام بعكابل إلى السلطة المحلية بالمديرية للجمارك مزيدا من الاهتمام بوصفها أحد الأوعية الإرادية المهمة بالمديرية اطلع المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد عبدالله بيعشوت على مستوى أداء الخدمات بعدد من الحدائق والمتنفسات العامة بمديرية المبرمة بها عقود إيجار من قبل السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلة وشدد بيعشوت على أصحاب العقود المبرمة على أهمية العمل على تطوير تلك الحدائق والمتنفسات والحفاظ عليها بما يتناسب مع المكان التي تحتلها مدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت دشناك كلا من الدكتور محمد الجمحية المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضر موت الساحل والدكتور أحمد العسكري مدير مركز الغسيلة الكلوي وأحمد باحشوان مدير مكتب مؤسسة تنميات صحية استلام شحنة كميات من المحاليل ومستلزمات الإصفاء الدموي لمرضى الكلاب المكلة وخلال التدشين أشار الجمحي إلى أهمية محاليل الاستصفاء الدموي متمنا جهود مؤسسة التنمية الصحية لتدخلاتها في القطاع الصحي في حضر موت شاكرا كل من أسهم في تسهيل وصول هذه الشحنة للمكلة التي ستسهم في تقفيف معاناة المرضى ومن جانبه أعرب العسكري عن شكره وتقديره للوزير بحبح وكذلك محافظ حضر موت مبقوط من ماضي لجهودهم المبدولة في تسهيل إجراءات الدعم المقدم لمركز الكلة تحصلت مؤسسة نهد التنموية على شهادة الجودة العالمية الإيزو انطلاقا من سياسة المؤسسة في تحقيق التميز في تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية وسعيا منها في التحسين المستمر لبرامجها ومشاريعها جاء ذلك أثناء حفل إعلان شهادة الجودة العالمية الإيزو الذي انعقد بمدينة المكلة ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها المؤسسة وسعيها المتواصل في تلبية احتياجات القطاع التنموي والإنساني لتحقيق الأثر التنموي المستدام والاستمرار في تصميم برامج ومشاريع مبتكرة يذكر أن شهادة الجودة العالمية الإيزو من أشهر المعايير العالمية ويعتبر معيارا هام لتحسين الأدى وتوفير فهم واضح للسياق الداخلي والخارجي للجوانب التنظيمية وتقديم مساهمة قيمة في فعالية وأذاء الأعمال بشكل عام وقفت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية أما مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وما تشهده العاصمة عدن والمحافظات الأخرى من تدهور مستمر في قطاع الخدمات والغضب الشعبي المتصاعد إزاء ذلك وعبرت الهيئة عن رفضها التام لحرب الخدمات الممنهجة التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرا مؤكدا وقوفها الكامل إلى جانب الشعب ومطالبه بتوفير الخدمات الضرورية والتي تمس حياته المعيشية مؤكدا على ضرورة أن يضاعف الممثل المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة وكافة الهيئات جهودهم لتفعيل الرؤى والحلول الجدرية لهذه الأزمات التقى الأستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالية الجنوبية لواء سند جميل رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني واستمع الكثير من اللواء جميل إلى شرح واف عن عمل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والإجرات التي تتبعها المصلحة في اصدار البطائق الإلكترونية والتصريح الرسمية المتعلقة بالمواليد في الداخل والخارج والوفايات وتصريح الدفن وأكد اللواء جميل أن لدى المصلحة قاعدة بيانات وإحصاءات كاملة عن مستخرجي البطاقات تتضمن معلومات عن مكان وتاريخ الميلاد لافتا إلى أن البطاقة التعريفية الجديدة تمثل قلاصة جمع المعلومات المتعلقة بالمواطن وسيتم استخدامها في جميع المجالات كما أنها توفر إمكانيات التعديل والإضافة وتحديث البيانات دشنات السلطة المحلية بالعاصمة عدن ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني صرف البطائق الإلكترونية الدكية لموظفي ديوان عام محافظة عدن بتوجيهات من موزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد لملت وخلال التدشين رحب وكيلاء المحافظة عبد الحكيم الشعيبي وصلاح العاقل برئاسة مصلحة الأحوال المدنية لواسانة جميل وفرق الحقائب المتنقلة متمنين جهودهم المبذولة في صرف البطائق الإلكترونية والنزول الميذاني الذي يقوم به فريق المصلحة للمرافق الحكومية في عدن لصرف البطائق مشيرا إلى التسهيلات الحاصلة وأهميتها في تنظيم العمل وسهولة تنفيذه أشرف رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن مهندس معين الماس على سير الأعمال في صيانة الطريق الواقع عند نقطة العالم إلى المدخل الشرقي للعاصمة واطلع الماس على الجهود الجارية في صيانة الطريق مستمعا من المهندس محمد مفرق مدير مشروع العالم دوفس إلى شرحا عن الأعمال التي أنجزتها الجهة المنفذة ضمن المشروع وما وصلت إليه نسبة الإنجاز والتجهيز الأعمال للإسفلت للجهة المستهدفة على طول الطريق كما عبر الماس عن شكره العميق لما يزري بذله من جهود ومشيدا بدور الكبير الذي يقوم به الجميع والذي يرسم صورة واضحة للمسؤولية بدأت العمال الإسفلت في مشروع الصحي الكربى بمحافظة لحج وذلك بفرش الطبق الإسفلتية للطريق الجبلي الذي يجري بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والتوجيهات وزير الأشغال العامة والطرق وأكد مدير المشروع أزال نعمان على بدء أعمال الإسفلت ضمن المرحلة الأولى من المشروع المستهدف في الطريق البديل الذي يتم إنجازه لتسهيل حركة المواطنين والمسافرين من وإلى محافظة لحج إلى العاصمة عدن وفي المهرى التقى محمد علي ياسر محافظة المهرى الشيوخ والوجهة والشخصيات الاجتماعية بمنطقة صقر بمدرية حصوين واستعرض المحافظ من ياسر الجهود التي تبدلها السلطة المحلية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعتها المستمر مع الحكومة لمعالجة أضرار عصار تيجا موجها بأنه تم الاتفاق مع شركة مختصة لصيانة أنفاق فرتك الأربعة بعد تضرورها من الأمطار الغزيرة والسيول ووجه المحافظ بصيانة الطرق الفرعية الداخلية المتضررة بالمديرية لتمكين المواطنين من التنقل بسهولة ويسر ضمن الجهود المبدولة في فتح الطرقات وإعادة الخدمات دشنا رئيس جامعة المهرى الدكتور أنور كلشات والأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمار الأربعاء الملتقى العلمي الأول كتابة الأطروحات والرسائل العلمية عصار التجارب وتميز وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أشار رئيس الجامعة إلى همية الملتقى والاستفاد منه من قبل طلاب الدراسات العليا قدر الإمكان والرسائل العلمية المقدمة فيه من قيادات وقامات علمية ومعرفية كبيرة لها باع طويل في هذا المجال البحث العلمي والأكاديمي ولفت الدكتور كلشات إلى أن الجامعة بصدد التحضير لإقامة مؤتمر علمي دولي بالتنسيق مع الجامعات الدولية بمناسبة الدكرة الأولى لتأسيس جامعة المهرة دشان الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبو عبد الربو هشلا ناصر ومدير عن مكتب التربية والتعليم المحافظة سالم حنش امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفوف النقل بالمرحلتين الأساسية والثانوية بالمحافظة وهن هشلا خلال تجوله في القاعات الامتحانات بثانوية حنيشان للبنين وثانوية البنات بمدينة عتق وذلك للوصول إلى المحطة قبل النهاية للعام الدراسي الحالي مثمنان الجهود التي بدلها الرجال التربية والتعليم لتأمين الوصول إليها كما عرب هشلا عن تقديره العالي لهم والتفضيلهم مصلحة الأجيال على مصالحهم وعقوقهم المشروعة نشر وسطى محليون عملوا على إبرام اتفاق ينهي انقطاع خط طريق مارب صنعاء صورة لأول عملية فتح الطريق بين المحافظتين وتم نشر الصورة للطريق الرابط بين الصنعاء ومارب بعد فتح الطريق هذا وقال في مصادر إن فتح الطريق جاء عقب مشاورات وتواصلات بين الشرعية والحوثيين أنهت بالاتفاق إلى إعادة فتح هذا الطريق زعمت الماليش الحوثية وعبر ناطقها العسكري عن استهدافهم لمدمرة امريكية في البحر الأحمر كما قاموا باستهداف السفينة ديستيني وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان صادر أصدرته الماليشية إنهم استهدفوا المدمرة الامريكية ميسون والسفينة ديستيني في البحر الأحمر مشيرا إلى قواتهم البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير الحوثي نفذ عملية مشتركة في البحر الأحمر أسفرت عن استهداف السفينة ديستيني ومضيفا بيانها القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف المدمرة الامريكية ميسون في البحر الأحمر وكذ استهداف السفن في البحر الأحمر أيضا بعد انتهاكها قرار حضر مرور السفن إلى مواني فلسطين المحتلة وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة أفادت مصادر طبية باستشهاد ستين مواطنا وإصابة ثمانين آخرين إثر تكاب الجيش الإسرائيلي ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية وأكدت المصادر نفسها أن هذه الحصيلة هي ما وصلت إلى مستشفيات القطاع علما أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وقالت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اقتفعت إلى 35233 شهيد و79141 مصاب مشاهدنا النشر انتهت فتذكير بأبرز العناوين الرئيس العليمي يؤكد لدى مغادرته عدن حرص الدولة على حل عاجل لأزمة الكهرباء اللواء الزبيدي يناقش مع وزير الشؤون الاجتماعية دور الوزارة في الإشراف على عمل المنظمات ويشدد على ضرورة معالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في كوبا رئيس الوزراء يعقد في لندن جلسة مباحثات مع وزير الخارجي البريطاني ويبحث مع وزير الدفاع البريطاني تطورات في اليمن والمنطقة وتنفيذا لتوجهاته محافظ حضر موت بترو مسيلة تسلم كهرباء ميفع مولدا كهربائيا بقدرة 600 كيلو وات والسلطة المحلية بالشحر تناقش مع مكتب الجمارك العمل على زيادة النشاط التجاري بميناء الشحر وتحسين الأداء الجمريكي بالمديرية المشاهدون الأفاضل من قناة عاد قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء شكرا لكرم المتابعتكم وإلى اللقاء ولكم في بيت الحياة مني ومن قريفة عمل هذه المشاهدون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة